السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات فيديو اليوم إن شاء الله فيديو مميز جدا هو هدية للعرائس المقبلات على الزواج وأيضا للنساء المتزوجات الذين يعانين من الاستمرار في الجسم أو في الوجه أو في أي منطقة خاصة المناطق الحساسة اليوم إن شاء الله وصفة قلت هي عبارة عن هدية للعرائس المقبلات على الزواج يعني وصفة بمكون واحد بسيط جدا ومتوفر في كل بيت سيعمل على تبييض وتفتيح لون البشرة والجسم والمناطق الداكنة في الجسم مهما كانت شدة السواد خاصة إذا دومنا على هذه الوصفة أو هذا السكراب فترة من الزمن ستلاحظون نتيجة رائعة إن شاء الله بالنسبة لهذه الوصفة أنصح دائما خاصة لواتي يعني ليس عندهن وقت طويل باستعمال التقشير للبشرة قبل استعمال أي ماسكة وقبل استعمال هذا المبيض أو هذه الوصفة المبيضة للوجه ضروري جدا أو من الأحسن أننا نستعمل مقشر للوجه والجسم حتى تعطي معنا هذه الوصفة مفعولها سأقدم لكم مقشر قبل هذه الوصفة رائع جدا مجرب من الكثير من الناس وأعطان تيجة رائعة جدا نقشر به الوجه والجسم ثم نقوم باستعمال هذه الوصفة قبل ما أبدأ في طريقة تحذير وعمل هذه الوصفة أرجو منكم لايك للفيديو يعني أتمنى لايك للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس يعني لن تخسروا أي شيء إذا عملتم لايك للفيديو أيضا أتمنى من الذين أول مرة يزوروا قناتي لا يبخلوا علي بدعمي والاشتراك في القناة وسأحاول إفادتكم بأنجح الوصفات أيضا أنتظر أراءكم وتعليقاتكم الجميلة أتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة وتعطوني أراءكم لأنه وصفة سهلة والمكون متوفر في كل بيت وهو النشاة ملعقة واحدة فقط من النشاة ستقوم بتبييض الجسم كامل سأبدأ أول شيء في عمل المقشر بالنسبة للمقشر إذا كنا سنستعمل هذه الوصفة للوجه فقط أنصح بأخذ فوطة مبلولة في ماء دافئ ونضعها على الوجه مدة دقائق حتى تفتح معنا المساء أما إذا كنا سنستعملها للجسم كامل الجسم من الأحسن أنه نكون في الحمام نكون دافئ ويتعرق الجسم وبعدها نقوم بتقشير الوجه أو الجسم كامل نحتاج في المقشر هذا من أحسن المقشرات صدقوني نحتاج إلى ملعقة من الأرز المطحون الرز المطحون يكون مطحون بهذا الشكل فيه بعض الحويبات الخاشنة يكون مثل السكر إذا أردنا استعمالها للجسم كامل مضاعف في كمية المقادير ونحتاج أيضا إلى الحليب السائل سنقوم بوضع تقريبا ملعقتين من الحليب السائل ونخلط جيدا المكونات مع بعض بهذا الشكل ونترك الخليط يرتاح دقائق ثم نقوم باستعماله بالنسبة لطريقة الاستعمال نقوم بتوزيع كمية من هذا المقشر على البشرة بهذا الشكل لاحظوا الحبيبات هي التي تعمل على تقشير البشرة ثم نقوم بعمل حركات دائرية خفيفة بهذا الشكل إذا كانت على الوجه نستمر لعدة دقائق أما إذا كانت على الجسم ممكن نستعين بفوطة تكون ناعمة ونقوم بتقشير الجسم بالكامل نركز جيدا على الأماكن الموجودة فيها الخشونة مثلا الرقبتين أيضا المناطق الحساسة وتحت الإبطين نركز جيدا عليها ونقوم بتقشيرها جيدا هكذا لعدة دقائق نترك هذا المقشر تقريبا خمس دقائق على البشرة ثم نقوم بإزالته بالماء الدافئ والماء بعدها بالماء البارد ثم نقوم بعمل الوصفة التالية وهي الوصفة المبيضة سنحتاج فيها إلى مجموعة إلى مكون واحد فقط نقوم بعمل الوصفة نأخذ كأس بهذا الشكل ونحتاج إلى النشا ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف من النشا حقا كبيرة تكون مملوعة من النشا تسمى الكورنفلاور وتسمى أيضا المايزينة بهذا الشكل ثم نضيف عليها مقدار كوب من الماء حتى يمتلئ الكأس بالماء ونخلط جيدا المكونات أو المكونين مع بعض حتى يضوب النشا بالكامل بالنسبة لهذه الوصفة لما نعمل هذه الوصفة ضروري جدا عمل الترطيب أو المرطيب سأتكلم لكم على مرطب رائع جدا للبشرة وللجسم لأننا عملنا المقشر بالنسبة للمقشر نقوم باستعماله مرة أو مرتين في الأسبوع أما هذه الوصفة نداوم عليها يوميا أو ثلاثة أو حتى أربع مرات في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة خلال الأسبوع واحد ستلاحظون بشرة بيضاء رائحة جدا إن شاء الله نخلط جيدا المكوينين مع بعض حتى يضوب كامل الحبيبات ثم نأخذ هذا الكأس من الماء نضعه في إناء نستطيع وضعه على النار ونقوم بوضعه على النار ونستعمل ملعقة خشبية بروي جدا ملعقة خشبية ونقوم بالتحريك نستمر في التحريك بهذا الشكل حتى يصير الخليط عندنا ثقيل التحريك مهم جدا حتى لا تتكون معنا كتل في الخليط نحرك جيدا على النار حتى نحصل على خليط يكون ثقيل نوعا ما أنا حضرت كمية من الخليط نلاحظ بعد ما وضعنا الخليط على النار صار عندنا ماسك بهذا الشكل ثقيل بهذا الشكل نقوم بإفراغ الخليط نقوم بإفراغ الخليط نقوم بإفراغ الخليط بالنسبة لهذه الكمية تكفيه للجسم كله تحصل على ماسك بهذا الشكل طريقة الاستعمال قلت بعد تقشير البشرة جيدا يعني بعد استعمال المقشر نقوم بتوزيع طبقة من هذا الماسك على الوجه وعلى الجسم الكامل وعلى أي منطقة فيها سواد نترك هذا الماسك تقريبا نصف ساعة حتى يجف تماما ثم نقوم بغسله جيدا بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد قلت هذا الماسك يكرر إذا استطعنا يوميا مدة خمس أو ست أيام والمقشر من مرة إلى مرتين بالأسبوع تأتي بعدها المرحلة الثالثة وهي مهمة جدا وهي مرحلة الترطيب بالنسبة للترطيب أنصح باستعمال نستعمل كمية من زيت الجليسيرين أو زيت الورد ونضيف لها قطارات من عصير الليمون نستعمل المرطب في الليل ندهن الوجه والجسم بالكامل وفي الصباح نقوم بغسله وتنظيفه جيدا بالنسبة للمرطب نستعمله يوميا هذه هي الوصفة لليوم أتمنى أني أكون قد أفدتكم ولو بالقليل أنتظر أراءكم وتعليقاتكم شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم